بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي الطالبة والطالبات أهلا بكم في يوم جديد ودرس جديد من دروس مادة الرياضيات إن شاء الله النهاردة هنكمل حبيبي مع بعض مراجعة آخر مرة أنتم طلبتم مني يا مستل عايزين مراجعة حساب مسلسات أنا النهاردة عملت مراجعة شاملة على كله سؤال 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 يعني سؤال فرع الجبر سؤال فرع حساب مسلسات سؤال فرع الهندسة خليكم معي وركزوا معي طبعا برحب بكل حبيبي الداخلين معنا دلوقتي وقلوهم اجهزوا يلا معنا ورا وقلم ونشتغل مع بعض أول تمرين هبدأ معاك بالجبر يلا كده معايا حبيبي تمرين أول في المراجعة بيقول قيمة ته زائد ته قص 2 زائد ته قص 3 زائد ته قص 4 زائد وهكذا إلى موصل إلى زائد ته قص 99 اتنات الجمع كل دول بيساوي 0 أم سالب 1 أم 1 أم ته مين في دول الصح يلا كده حبيبي نفكر مع بعض يا ترى مين في دول الصح وأنا معاكم بيقول لي عايزين نجمع ته زائد ته قص 1 زائد ته قص 3 زائد ته قص 4 زائد ته قص 5 وهكذا لغاية ته قص كام 99 النتج الجمع ده هيساوي 0 أم سالب 1 أم 1 أم ته مين في دول الصح يلا كده حبيبي جاهزين مستر حياتك قلتنا الحلقة اللي فاتت أنا قلت أن مجموع كل أربعة متتاليين بصفر مفروض كل أربعة بصفر يبقى لو كان النتج الأخير يقبل الاسم على الأربعة يدينا الصفر بس أنا عندي نتج الأخير ما يقبلش الاسم على الأربعة ب99 إذا مش بصفر طب نعمل ايه عشان نخليه يقبل على الأربعة قال لي محتاج واحدة كمان ته قص 100 قال لي طب ما تيجي نزود ته قص 100 وننقص ته قص 100 يعني أعمل كده لحيث أزبط مسألتي في المنظر ده هو اللي يبقى ته زائد ته قص 2 زائد ته قص 3 زائد ته قص 4 إلى ته قص 100 اللي أنا زودتها هرجع نقصها ته كده يا مستر لغاية هنا بصفر من أول ته إلى ته قص 100 بصفر فيتبقى سالب ته قص 100 أنا عارف أن ته قص 100 بواحد القص يبقى الاسم على الأربعة يبقى الناتج يطلع سالب واحد يا مستر أهم طبعا هنا كل أربعة وربعة ته مع سالب ته بصفر وسالب واحد مع موجة بواحد بصفر فيتبقى عندي في الآخر مين سالب ته قص اي قص مين المجموع عندي هيبقى سفر رئيس واحد يدينا سالب واحد يبقى نختار سالب واحد أنا كده حبيبي السؤال الثاني مع بعض نرجع مع بعض بقى حساب مسلسات السؤال الثاني بيقول لي هنا طبعا خدناها قبل كده أنا برجع معاك اللي احنا خدناها قبل كده انت تفتكر معايا بعد كده نبدأ ندي اسئلة فيها شغل شوية بس تفتكر بس معايا احنا خدنا ايه السؤال اللي بعضه بيقول في الشكل المقابل الشكل ده يعبر عن زاوية هكاف دال الموجهة يزاوية هكاف دال الموجهة تمام قلت كده يبقى الضلع الابتدائي مين والضلع النهائي مين قال استنى يا مستر انت بادئ منين قال لي بادئ من هك ثم كاف دال يعني معنى كده ان الضلع الابتدائي كاف هك والضلع النهائي كاف دال ممكن اعمل السهم كده قال لي اه اهو السهم جاي من هنا ماشي كده ده اتجاه يبقى الزاوية الموجهة ليها ضلع ابتدائي وليها ضلع ايه? ضلع نهائي. تمام? يبقى مستر كده انا عرفت اهو. يبقى الضلع الابتدائي معايا. هيبقى كاف هي والضلع النهائي كاف دال بالمنظر ده. قادي الضلع الابتدائي. وقادي الضلع النهائي. يبقى هنا اقول له كاف هي وكاف دال. ده الحل ابتدائي. يا رب نكون فهمنا. السؤال اللي بعده. مضلعات النسبة بين طلع ضلعين متناظرين فيهما تلاتة الى اربعة. فاذا كان محيط الاصغر خمستواصر سنطر. فان محيط الاكبر بيساوي كان. يلا معايا كده مع بعض. دي هندسة. قلنا هنا ان طالما المضلعين متشابهين. يبقى النسبة بين طلع ضلعين متناظرين بتساوي النسبة بين محيطي المضلعين. يبقى انا هكتب كده يا عمدي. ان محيط المضلع الاصغر على محيط المضلع الاكبر هيساوي ضلع على نظيره. تمام. طبعا خلي بالك النسبة الصغيرة فوق والكبيرة تحت. انا كانت الصغيرة على الكبير. يبقى اخد نسبة صغيرة على النسبة دي. اوعي تاكس. انت بتقول لي محيط الاصغر خمستاشر. ومحيط الاصغر مش موجود. يبقى اكتب خمستاشر على محيط الاكبر بيساوي ثلاثة على اربعة. حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. يبقى محيط المضلع الاكبر هقول له بيساوي خمستاشر فاربعة على التلاتة. هيساوي عشرين. اعلم على العشرين. يبقى اخطار عشرين. يا رب نكون فهمنا. انا همشي معاك سؤال بسؤال. جبر حساب مسلسات. هندسة. هرجع لك كل القديم اللي خدناه قبل كده. اللي فاكر معايا واللي حضر معايا كتير. هيراجع معايا كويس. بحيث لما نيجي نحل في النماذج. او في المسائل التانية اللي يتجي لها. يبقى انت مركز معايا. ننتقل الى سؤال تاني مع بعض. يلا بينا مع بعض السؤال التاني. يلا نفكر. بيقول لي سين قص 2 زائد 16 يساوي صفر. دي معادلة. عايزين نجيب مجموعة الحل بس فين في الاعداد المركبة. ترى الحل يطلع اربعة. ام سالب اربعة واربعة. ام سالب اربعته واربعته. ام فايد. انا بتكلم في اعداد مركبة. لو بتكلم في حق. كنت قلت فايد. ماينفعش سين تربيع زائد. لكن لما اتكلم في اعداد مركبة. لا ينفع مع بعض. يلا كده فكر وقل لي نعمل ايه وانا معي. مستر دي معادلة هنحلها مع بعض. يلا نحل مع بعضنا. هنقول له سين تربيع. سين تربيع. هتساوي سالب ستاشر. يبقى اول حاجة اتخلصنا من الستاشر. وديناها النحية التانية بمعكوسها الجمع. يبقى سين تربيع بتساوي سالب ستاشر. هناخد الجزر التربيع للطرفين. يبقى اذا السين هتساوي موجب او سالب جزر السالب ستاشر. قال لي يا مستر اي سالب جوه الجزر بيخرج بتيه. يبقى ستاشر جزرها اربعة. والسالب هيخرج بره بتيه. فقول له موجب او سالب اربعة. اذا مجموعة الحال تكتب سالب اربعة وموجب اربعة اختاري الاجابة رقم جين. طبعا كل حماية بأكيد هم حلوها قبلية. وسبقوني وانا عارف. تمام. تعالوا كده مع بعض. ننتقل الى سؤال حساب مسلسات. يلا بينا مع بعض. يلا بينا يا مستر سؤال حساب مسلسات. الزوج المرتب واو بيه واو جين يمثل الزاوية الموجهة مين في دوله. حتفقنا ان الزاوية الموجهة لازم ضلع ابتدائي وضلع النهاء. مين في دول الاختيار الصح؟ قال لي يا مستر من غير ما اشوف هنا انا هجاوب من هنا. رأس الزاوية هو واو. حرف المتكرر. انت بدأ من اين بقى بيه؟ يبقى بدأ من ناحية بيه. اقول يبقى الزاوية اسمها بيه واو جيم يا مستر. يبقى الاختيار رقم ايه؟ قال لي بيه واو جيم. آه مفيش عندي غير اختيار رقم ياه. رقم بيه. واحد زاك قال يا مستر انا شايف ان حرف الواو اللي متكرر ده رأس الزاوية مفود يكون في النص انا شايف الاختيار الوحيد اللي فيه وو في النص هو ده ما فيش غيره الباقي الكله لأ خلاص هختار رقم به هي دي الصح مظبوط يبقى انت لماح تمام ده سؤال حساب مسلسات انا بدي معاك من بداية حساب المسلسات من الاول خالص يعني لما كانش موجود معانا في الشرح يركز معانا في المراجع هيفهم اكتر نكمل مع بعض نكمل مع بعض يلا بنا السؤال اللي بعده هندسة في الشكل المقابل بيقول المستطيل الف بجين دال يشابه المستطيل سين بصاد لان بالمتشابهين فان طول صاد جين يساوي كام سنتي عايز اعرف صاد جين ده بيساوي كام سنتي ومديني اختيارات برضو عالتشاب طب نعمل ايه تعالوا كده نشوف مع بعض نعمل ايه يلا بينا مع بعض اول حاجة يا مستر انت مديني تشابه طب اعمل هنا ايه قال لا استخدم التشابه قال يا مستر اقول بما ان المستطيل الاول يشابه المستطيل التاني تمام يبقى ايزا كل دل اقوله كده يبقى الطول على الطول يسوي العرض على العرض عشان متشابهين يبقى الف بي على سين بي هيساوي بيه جين على بيه صاد وهكذا اقوله الف بي على سين بي بيساوي بيه جين على بيه صاد بس مش عايز غير دولي يبقى انا خدت هنا خلي بالك بناخد بالترتيب اول و تاني مع اول و تاني تاني و تالت مع تاني و تالت وهكذا اصبح عندي من التشابه ان فيه تناسب ان الف بي على سين بيه يساوي بيه جين على بيه صاد تمام عوض الف بيه بكيام قال يا مستر ما هو الف بيه من خواص المستطيل بيساوي ده الجين يبقى ستة سنت يبقى اكتب هنا ستة سنت تمام طيب و بيه جين طبعا هنا خلي بالك سين بيه قال يا مستر سين بيه انت قلت لي باتنين سنت يبقى انا هكتب اتنين سنت يبقى انا هكتب هنا ستة على الاتنين يساوي بيه جين قال لي بيه جين من خواص المستطيل بيساوي الف ده ليبقى اتناشر سنت على بيه صاد مش موجود يبقى ستة على الاتنين يساوي اتناشر على بيه صاد حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين يبقى بيه صاد هتساوي 2 في 12 على ال 6 قال لي بقى 24 على ال 6 يدينا 4 يبقى بيه صاد هتساوي 4 جبنا بيه صاد ب 4 قال لي تمام قال لي خلي بالك ما نمدي لك ان بيه جيم كله انت عارف انه ب 12 يبقى 12 اللي خدنا منها 4 نقص 4 يديك صاد جيم يطلع بكم قال لي يبقى 8 هقول لي بقى اذا صاد جيم بتساوي 12 نقص 4 هيساوي 8 اختار 8 يا رب نكون فهمنا بص عليها تاني انا اسيبها لك كده دقيقة بص عليها بص كده عليها كويس شوف انا عملت ايه من اول التشابه اشتغلت في التشابه اشتغلت عليه عادي خالص يلا ننتقل مع بعض لسؤال تاني ننتقل مع بعض الى سؤال تاني يلا بينا مع بعض يلا بينا يا مستر كده خلصنا هندسة ندخل على الجبر سؤال جبر بيقول لي ايه بصوا كده معايا كلكم في سؤال الجبر بيقول لي سين زائد ته صاد سين زائد ته صاد بتساوي بتساوي نفتح قوص تلاتة زائد ته نقفل قوص في قوص تاني خمسة ناقص اتنين ته يلا معايا بسرعة كده شوف لي ده فين مستر انت مديني كده تساوي تساوي عددين مركبين صح؟ قال لي اه ايه مطلوب مني؟ انت عايز نعرف سين بكام وصاد بكام ايه وجد سين وصاد انا بلاجع معاك اعداد مركب اول حاجة عاملها يا مستر لازم افك الاقواس اضرب تلاتة زائد ته في خمسة ناقص اتنين ته قلنا الضرب بضرب التلاتة في كله وبضرب الته في كله هقول تلاتة في خمسة بخمستاشر وته في سالب اتنين ته بسالب اتنين ته تربيع وبعمل ممكن اقول حاصل ضرب الترفين زائد حاصل ضرب الوسطين يا اما زي ما عودتك اضرب التلاتة في كله واضرب الته في كله وجمع يبقى اصبح سين زائد ته صاد هيساوي هقول تلاتة في خمسة بخمستاشر وته في سالب 2 ته بسالب 2 ته تربية طب الطرفين قال لها مستر دول كده عاملين سالب 6 ته والوسطين عاملين موجة بخمسة ته أجمع هيديني سالب 1 ته يبقى في النص هيطلع سالب ته يبقى سين زاء ته الصاد هتسوي 15 ناقص ته ناقص 2 ته قص 2 تمام قال لها مستر ته قص 2 بكام قال لها ته قص 2 أنا عارف إنها بسالب 1 فيبقى سالب 2 في سالب 1 هيدينينا قال لي مستر هنا يبقى اسمه جاب 2 يبقى 15 زائد 2 يطلعوا 17 إذا ندول كده 17 ناقص 2 يبقى سين زائد ته صاد بتساوي 17 ناقص 2 قلنا من تساوي عددين مركبين إن الجزء الحقيقي بيساوي الجزء الحقيقي والجزء التخيلي بيساوي الجزء التخيلي يبقى السين هتساوي 17 طب هو صاد قال لي الصاد هتساوي سالب 1 يبقى أقول له سين بـ 17 والصاد بسالب 1 عايز بقى جمعوهم عايز طرحوهم طبعاً تلاتحان هجيب لك اختر يقول لك فإن سين زائد صاد بكام ويديك اختيارات هقول له مجموحهم يبقى كام بـ 16 هكذا يا رب نكون فهمنا إزاي نفك الأقواس ونعرف إنك تهتربع بسالب 1 تتضرب في سالب 2 معظم حبيبي يقول لي يا مستر آي بسالب 2 ناقص 1 يبقى سالب 3 لا خلي بالك دي مضروبة سالب 2 في سالب 1 دموجة بـ 2 لما اجمعها يطلع لـ 17 ناقص 2 منتقل للسؤال اللي بعده حبيبي اللي ليه أي سؤال إن شاء الله يحاول تواصل معك بإذن الله خليت بس معي وفي الآخر لو فيه أي سؤال هدي بالضبط كده 10 دقايق أبص كده على تعليقاتكم واجاوب على أي سؤال انت عيد يلا بينا مع بعض يلا بينا كده خلصنا جابر ندخل بقى على حساب وثلسات بيقولي في الشكل المقابل هسيبها لك هاي اوجد قياس الزاوية الموجهة سيتا الزاوية الموجهة سيتا في الشكل المقابل مديك هنا 310 وجوه سيتا قل السيتا بكام يلا يا سيدي سيتا بكام اشتغل كده معايا وقل سيتا بكام وانا هفكرك دلوقتي كده كده انا هفكرك بسيتا بكام بيقولي اوجد سيتا عقول له حاضر مستر انت قلت لنا قبل كده مستر خلي بالك الزاوية دي في اتجاه عقارب الساعة اه في اتجاه عقارب الساعة يبقى القياس سالب اذا سيتا سالبة وبالتالي يبقى ده موجب على طول اتفقنا الزاوية اللي جوه لو سالب يبقى اللي بره على طول موجب اذا دي موجب 310 وانا عايز قياس سالب اللي يبقى هنقص من 360 يبقى قوله سيتا بتساوي ايه 310 ناقص 360 اهو يا مستر انت ماشي في اتجاه عقارب الساعة يعني سالب انت عايز قياس سالب اذا سيتا هي قيمة سالبة مش موجبا يبقى قوله سيتا بتساوي 360 ناقص 310 ناقص 360 يا مستر ادينا سالب 50 سالب ايه 50 تمام تنعى سالب 50 خلاص هاختر يا مستر سالب ايه سالب 50 تمام السؤال اللي بعده هننتقل الى الهندسة سؤال جميل اوهو في التشاوية في الشكل المقابل بيقولي اذا كان المسلس الف بيهجين يشابه المسلس الف ههدال فانا فاذا كان قياس زوية بيه بتساوي 30 زائد 10 وقياس زوية الف ههدال بتساوي 20 زائد 30 فانا قياس زوية الف تساوي كام مديني اختيارات خلي بالك دول مسلسين مسلس قائم والكبير قائم المسلس ده يشابه المسلس ده مديني زاوية ب اهي بيه دي عبارة عن 30 زائد واحد ومديني زاوية هل في المسلس الصغير ده عبارة عن 30 زائد 30 وبيقولي اوجد قياس زاوية الف ومديني اختيارات سؤال جميل اوش سؤال حلو بتاع امتحانات هقوله ايه اولا مستر من التشابه ينتج ان كل زاوية في الاول تساوي نظرتها في التاني الف مشترك صح طب والبي قال للبي تساوي اله بس انا عايز دي حلوة اوي مستر قياس زاوية ب تساوي قياس زاوية ه يعني الاتنين دول بيساوي بعض يا مستر يبقى انا هساوي مين قال لي هساوي 30 زائد 10 30 زائد 30 دول بيساوي بعض من التشابه هي دي اهم خطوة عندي اهي مستر بما ان المسلسين متشابهين اذا قياس زاوية ب تساوي قياس زاوية الف هي دال يبقى 3 سين زائد 10 بتساوي سين زائد 30 هنجيب السين مع السين بمعكوسها الجامع نقول 3 سين ناقص سين يعني 2 سين هتساوي 30 ناقص 10 يدينا 20 بالقسمة على 2 او الضرب في معكوس الضرب للاتنين تطلع السين بتساوي 10 يا مستر جبنا السين بعشرة يبقى جبت به وجبت هيه براحة يجيب اي واحدة فيه يبقى الهيه بكام هقوله الهيه عبارة عن عشرة زائد 30 تطلع الهيه دي باربعين يا مستر في المسلس الصغير في زاوية باربعين وفي زاوية بتسعين يبقى زاوية قلب بكام قل الباقي من 180 يطلع خمسين او نقول طالما دي 90 يبقى الاتنين دول بتسعين يبقى نقول 90 ناقص 40 يدينا خمسين يا مستر يبقى نعلم على الخمسين يارب نكون فهمنا سؤال حلو سؤال جميل او بتاع امتحانات تمام تمام اي استفسار عاية لك اي تعليق انا معاك بس في الاخر مش دلوقت نرحى بس وقتنا يلا نكمل مع بعض ندخل على السؤال جبر اذا كان سين زائد صاد ت بتساوي جزر سالب 50 فان الزوج المرتب سين وصاد يساوي نقط ومدين اختيارات يطرى خمسة جزر 2 ام صفر وخمسة جزر 2 ام سالب خمسة جزر 2 ام صفر وسالب خمسة جزر 2 مين في دول الصح هاولو حاضر مستر انت بتقول لي عدد مركب يساوي المفروض عدد مركب ها بس الصورة دي مش عجبان يا مستر وما نعمل ايه قال نجيبها ما انت قلت من شوية يا مستر ان اي سالب جوه الجزر بيخرج بته اذا السالب ده هيخرج بته لما مسك الآلة واجيب جزر 50 او من غير الآلة 50 عبارة عن 2 في 25 نطلع بره 25 جزرها 5 فيبقى 5 جزر 2 اذا ده كده عبارة عن 5 جزر 2 ته يبقى اصبح عندي سين زائد صات ته بيسوي 5 جزر 2 ته ادي الخطوة الاولى مستر ممكن اعملها قالة حزبا ممكن تعملها بالآلة عادي خالص بنظام مين بنظام الاميجن تخييلي اللي هو الكمبليكس يبقى يبقى سين زائد صات ته هتساوي لما تحول نظام الآلة الى الكمبليكس بتاعك هتجيب لك خفصة جزر 2 ته كده عدد مركب بيساوي عدد مركب يبقى الجزء الحقيقي بيساوي الجزء الحقيقي والجزء التخيلي بيساوي الجزء التخيلي تمام تمام قال لي يا مستر انا عندي هنا مفيش جزء مفيش جزء مفيش جزء حقيقي يبقى سين بصفر السين بصفر لكن فيه جزء تخيلي يبقى صاد بخمسة جزر 2 اذا السين بصفر يا مستر والصاد بخمسة جزر 2 يروعى الترتيب انت عايز سين وصاد ولا عايز صاد وثين بص كويس ممكن في الامتحاني لغبطالك يقولك عاي الصاد وثين لا هو عاي الصين وصاد يبقى الصين بصفر والصاد بخمسة جزر اثنين قال لي صفر وخمسة جزر اثنين يبقى اختار رقم به يا رب تكون حبيبي فهمه انا جبتها ازاي وعملت ايه الجزء الحقيقي بيسوي الجزء الحقيقي الجزء التخيلي بيسوي الجزء التخيلي اللي فيه تايه يسوي اللي فيه تايه يبقى الصاد بخمسة جزر اثنين إلا أول مرة يسمعني النهارده يركز معي أولا هيفهم إن شاء الله. يبقى نختار إيه يا مستر؟ نختار الإجابة رقم بيه. تمام. ننتقل إلى السؤال اللي بعد. ده سؤال جبر. يبقى اللي جاي؟ هنخليه حساب مسلسات. يلا معايا. إحنا لسه في أول درس في حساب مسلسات الزاوية الموجهة والقياس. الزاوية المتكافأة وهكذا. أهو بص السؤال بيقول لي إيه؟ السؤال بيقول دخلنا قبل كده وحلنا مع بعض كتير وحبيب كلهما يقولوا يا مستر. إحنا عارفينه أنا معاياكم. يلا. إذا كان 30-5 أصغر قياس موجب. إذا كان 30-5 أصغر قياس موجب. و3 صاد 5 أكبر قياس سالب. لزاويتين متكافئتين. فإن سين ناقصات يساوي نقط. يا طلعوة 360 أم 180 أم 120 أم 90 مين في دول الصح؟ ركز قوي في السؤال ده لأنه جي كتير وممكن يجي لك بس بصورة مختلفة شوية. يغير مثلا القيم اللي عندك يغير هالك. بس تبقى أنت فاهم. مش عايز تبقى حافظ السؤال. مستر أنا خدنا يطلع كذا. لا مش عايز كذا. أنا عايزك فاهم السؤال. عشان لما تيجي تشتغلوه تشتغلوه صح. طيب. نعمل يا مستر مع بعض. تعالوا كده نشوف مع بعضنا. أولا. خلي بالك. احنا انتفقنا أن قياس الموجب ده. أي زاوية في الدنيا لها قياس موجب وقياس إيه؟ سالب. لما يكون ده قياس الموجب وده القياس السالب. قال لي ما القياس الموجب عبر عن القياس السالب. زاق تلتمية وستين. صح؟ قال لي مظبوط. إذن هقول له تلاتة سين نائس خمسة. هذا الحل الأولاني. عبارة عن تلاتة صد نائس خمسة. زاق كام. قال لي زاق تلتمية وستين. أي قياس موجب بيسوي القياس السالب. زاق تلتمية وستين. ده شرح. لكن تمهيد ليك. اللي لسه أول مرة يحضر معايا. أي قياس موجب. عبارة عن القياس السالب زاق تلتمية وستين. بس بشرط يكون أصغر قياس موجب وأكبر قياس سالب. طبعا. أصغر حاجة في الموجب. بيكونش معد الدورة. أصغر قياس موجب يساوي أكبر قياس سالب. أهو. زاق تلتمية وستين. وماله. تعال بقى نطبق الكلام ده. على اللي هم الدهون. يبقوا له خلاص بقى احذف الده. ونقول له إيه. يبقى تلاتة سين نائس خمسة. بتساوي تلاتة سين نائس خمسة زاق تلتمية وستين. مظبوط. قال لي يا مستر ما هي الخمسة بالسالب تروح مع الخمسة بالسالب. أهم. لما تعدلها هيبقى معاكسها. راحت. إذن تلاتة سين لو دخلت لها نائس ثلات ساد هيساوي تلتمية وستين. يبقى الخمسة. سالب خمسة. تختصر مع السالب خمسة. والتلاتة ساد تدخل جوة جنب السين يبقى تلاتة سين. ناقص ثلاثة صاد هيساوي برا مين؟ 360 ما تيجي نقسم على الثلاثة عشان نجيب سين ناقص صاد قال لي بالقسمة على الثلاثة يبقى سين ناقص صاد هيساوي 120 يا مستر تمام إذا نختار ايه؟ قال لي اختاري 120 دي الإجابة بتاعتي مستر أنا عندي حل تاني ممكن أقوله وما له قولي الحل التاني ايه الحل التاني يا سيدي؟ تعال كده نشوف مع بعض قال لي يا مستر أنا أعرف أني انت قلت لي من شوية القياس الموجب القيمة المطلقة للقياس الموجب زائد القيمة المطلقة للقياس السالب يساوي 360 قال لي آه مظبوط تمام تيجي نعملها كده أهو القيمة المطلقة للستين زائد القيمة المطلقة للسالب 300 يطلعه 360 مظبوط يبقى القيمة المطلقة للقياس الموجب زائد القيمة المطلقة للقياس السالب لازم يطلعه 360 إذن القيمة المطلقة لثلاثة سين ناقص خمسة زائد القيمة المطلقة لتاتة صد ناقص 5 بيستوي 360. قال لي تمام يا مستر. خلي بالك. اوعى تنسى الحتة دي. القيمة المطلقة لتاتة صد ناقص 5 ده قياس نوجب. ينزل زي ما هو. لكن القياس السالب. قال لي يا مستر ما هو ده كده. خلي بالك. القيمة المطلقة هنا بتغير إشارته. لما كان سالب 300. قال لي القيمة المطلقة بتطلع بالموجب. طب ده كده سالب. لازم نغير إشارته. نغير هنا وهنا. فيبقى سالب 3 صد زائد 5. ممكن نقول 5 ناقص 3 صد. يبقى أصبح من غير كما مطلقة نقول 3 سين ناقص 5. زائد 5 ناقص 3 صد. بتسوي 360. يبقى هنا ننزل الموجب زي ما هو. لكن ده عشان سالب فهنغير إشارته. القيمة المطلقة بتغير السالب تخليه موجب. تغير إشارته. فانغيرت إشارته. قال لي الخمسة تروح مع السالب 5. يبقى 3 سين ناقص 3 صد. بتسوي 360. هنقص مع الكام. قال لي نقص مع الثلاثة يا مستر. يطلع سين ناقص صد. ب120. أخطار 120. يا رب نكون فهمنا. خلي بالك. القياس الموجب يساوي القياس السالب زائد 360. وحل المعادلة وخلصت. السؤال اللي بعده. خلصتنا سؤال حساب مسلسات. ننتقل إلى سؤال هندسة. قال لي بقى السؤال اللي جاي ده هندسة. السؤال بيقول في الشكل المقابل. وركز أوه على السؤال ده سؤال جميل أوه. الشكل المقابل يوضح سلاسة أشكال سداسية منتظمة. وحن قلنا أي شكلين منتظمين وليهم نفس عدد الأضلع. بيكونوا متشابهين. إذن دول ثلاث أشكال سداسية منتظمة. لازم يكونوا متشابهين. النسبة بين أطوال أضلعهم كما يلي. ألف إلى بيسوا واحد إلى اتنين. الدلع ألف إلى الدلع بيسوا واحد إلى اتنين. وبه إلى جيم يسوا تلاتة إلى تماني. الدلع بي إلى الدلع الكبير جيم بتلاتة إلى تماني. فإذا كان طول دلع المسدس الأكبر يعني السوداس الكبير طول دلعه 32. الكبير ده كده طول دلعه يعني الجيم دي ب32. ماشي؟ فإن محيط المسدس الأصغر يسوي إيه؟ حبابة اللي بيحلوا وركزوا معايا. انت عايز محيط صح خلي بالك اي مضلع منتظم محيطه بيسوي طول دلعه في عدد اضلاعه هو اسمه سداسي يبقى اضراف ستة يبقى محيط السداسي الصغير عبارة عن ستة في طول الدلع اجيب بقى ازاي طول الدلع يا مستر قلمي انت شاهبه ازاي تعالوا كده نشوف مع بعض يلا بينا مع بعض يلا بينا يا مستر نشوف احنا هنعمل ايه مستر بعد اذنك انت مديني هنا 1000 الى به بيسوي واحد الى اثنين صح قال لي مضبوط طيب وانا معاك يا مستر في الكلام ومديني به الى جيم بيسوي 3 الى 8 مظبوط قال لي مظبوط بس انا عايز مين قال لي ما اديك الكبير وعايز الصغير مديلك جيم وعايز الف يبقى لازم اجيب علاقة بين الف وجيم ايه علاقة الف بجيم قال لي في به مشتركة صح قال لي اه قال لي لو ضربنا النسبة دي في النسبة دي به في المقام تروح مع به في البسط فيتبقى لك ألف على جيم إذن لازم تكون أنت هنا بقى لمح أني خلي بالك أهو أنا مديك ألف على به ومديك به على جيم يبقى لما ضربهم في بعض البيت روح مع البيه فيتبقى ألف على مين على جيم إذن الفكرة هنا أنه نضرب النسبة الأولى في النسبة الثانية أهو ألف على به بواحد على اثنين وبيه على جيم بتساوي 3 على الثمانية حاصل ضرب دول اللي به تختصر مع البيه فيتبقى ألف على جيم تساوي نص في 3 على 8 يعني يطلع كام 3 على 16 يا مستر جبت علاقة بين ألف وجيم خلاص تحلت يبقى محيط الصغير على محيط الكبير يساوي ضلع على نظيره يعني يساوي كام 3 على 16 محيط الصغير مش موجود على محيط الكبير 32 يساوي كام قال لي 3 على 16 يا مستر اهو محيط الأصغر على محيط الأكبر يساوي 3 على 16 عوض شيل محيط الأكبر وكتب مكانه 32 اذا هقول له محيط الأصغر على 32 يساوي قال لي مستر كام قال لي 3 على 16 ايه ده يا مستر ده انتهنا مديني ده مش المحيط ده طول ضلع الكبير قال لي اه طول ضلع الأكبر 32 احنا قلنا المحيط هضرب في كام قال لي هضرب في 6 يبقى 32 لما ضربها في 6 يديني 192 يبقى محيط الأصغر على 192 يساوي 3 على 16 وفي حل آخر عن طريق الضلع هقولك حلم دلوقت حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين يبقى محيط الأصغر هقول له بيساوي 3 في 192 على 16 يا مستر 3 في 192 على 16 قال لي هيساوي يا مستر 36 أخطر 36 ده حل في حل تاني عندي يا مستر انت قلت الدلع الأصغر على الدلع الأكبر ب3 على 16 صح؟ قال لي مظبوط شيل بعد إذن الجيم وحط مكانها 32 يبقى ألف على 32 تساوي 3 على 16 يبقى ألف هيتساوي ايه؟ هقول له كده 3 في 32 على 16 يدينا قلب ب6 لما يكون طول دلع الصغير ب6 يبقى محيطه يساوي ايه؟ هقول له طول دلعه في عدد أضلاعه يبقى 6 في 6 يدينا 36 إذا ممكن نحلها عن طريق الضلع ممكن نحلها عن طريق المحيط إن محيط الصغير على محيط الأكبر انت مديني طول الدلع ب32 يبقى محيطه أضرب 32 في 6 يطلع على 192 يساوي 3 على 16 دلع على نظير حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين يطلع محيط الصغير ب36 يارب نكون فهمنا أنا قلت لك هاخد ربع ساعة أبص كده على إيه اللي واقف معاك إيه اللي أنت عايزه بس بعد ما أخلص السؤالين دولت يلا كده بسرعة معايا واشوف أنت محتاج مني إيه؟ أعدولك تاني سؤال جميل أوي في الجبر بيقول لي إذا كان عين واحد وعين اثنين عددين مترافقين عايزك بس سجل معايا كل كلمة بقولها وكان عين واحد ناقص عين اثنين بتساوي سين ناقص خمسة زائد سين زائد واحد فيتين فإن سين تساوي كام إطارة سالب واحد أم خمسة أم أربعة أم صفر سؤال جميل أوي بيحتاج منك أنت تركز وأنا قلتها قبل كده ملاحظة مجموع أي عددين مركبين طرح أي عددين مركبين أو مترافقين مع بعض مجموح طرحوهم ضربوهم يدينا إيه؟ مهمة أوي ذي قال لي يا مستر تعال كده نشوف مع بعض أنا هفرض من عندي عددين إيه؟ مترافقين مثلا ألف زائد بهته ومثلا يعني ألف زائد بهته ومرافقه ألف ناقص بهته لما ترحهم يدينا إيه مثلا بص كده معايا عسى نفهم أهو طرح عددين مترافقين لازم يطلع لعدد تخيلي لازم يطلع آه يا مستر احنا قلناها نتيجة يعني إيه يا مستر قال لي بص كده لو أنت قلت لي عدد مثلا مركب زائد ألف زائد بهته مرافقه يبقى ألف ناقص بهته لو جمعتهم التخيلة هيطيل فيتبقى الحقيقي إذا مجموحهم يدينا عدد حقيقي لكن لو طرحتهم الحقيقي يروح مع الحقيقي فيتبقى التخيلي إذن دايما طرح عددين مترافقين يدينا عدد إيه؟ تخيلي أنا بتكلم في عدد مركبة أي عددين مركبين مترافقين طرحهم يطلع عدد تخيلي إذن طرح دول هيدديني عدد تخيلي يدينا ده إذن ده ملوش وجود يبقى الحقيقي بصفر يا مستر يبقى أنا هساوي سين ناقص خمسة بصفر لأن الناتج هيدديني عدد تخيلي وليس حقيقي إذن ده ملوش وجود يبقى هنساوي ده بصفر هقوله يبقى سين ناقص خمسة بصفر تطلع السين بخمسة أخطار الخمسة يا مستر ننتقل للبعده ليه جزء حساب مسلسات كده بسرعة أهو ده التفسير بتاعه لو فرضت عين واحد بألف زائد بهتي والمرافق عين اتنين بألف ناقص بهتي أهو لو جمعتهم التخيلي راح مع التخيلي يديك حقيقي إذا مجموحهم يطلع حقيقي طب طرحوهم لما اطرح ده ناقص ده ألف هيروح مع ألف هيبقى ألف ناقص ألف بصفر هيتبقى بهتي زائد بهتي هنغير إشار فيدينا اتنين بهته يعني ادينا عدد تخيلي يا مستر حاجة قد مهمة قوي عايزك بس تبقى أنت مركز شوية عشان توصلها سريعة عدو حساب مسلسات بيقولي يقال للزوايا الموجهة في الوضع القياسي إنها متكفأة إذا كان لها نفس إيه ثاكر فتكر معايا اللي خد نقول السنة قال لي آي يا مستر الزوايا الموجهة في الوضع القياسي كلمة وضع قياسي يعني الضلع الابتدائي ينطبق على واوسين الموجة عشان كلها تكون متكفأة لازم الضلع النهائي ما يكون موجود على بعض لازم ينطبق على بعض إيبقى إذا كان لها جميعا نفس إيه قال لي نفس الضلع النهائي يا مستر تمام آخر سؤال هندسة أختم بيه وشوف تعليقاتكو إيه مع بعض بيقول لي في الشكل المقابل مديني المسلس آلف به جيم زواياه ثلاثة سين واثنين سين وسين وطول الضلع هنا 18 وطول الضلع هنا 3 سنت إيه المطلوب بيقول لي إذا كان المسلسين دول متشابهين يبقى طول واوهه بكم سنت هاتلي طول واوهه هقول له حاضر عشان نعرف نجيب طول واوهه لازم الأول نشوف موضوع السين دي إيه لإن لازم يكون مديني الضلع هنا ليه مستوى أنا في البداية هشتغل عادي إنت قلتنا لما يكون عايز ضلع بناخد أول وثاني مع أول وثاني الضلع نزيره والضلع حرفين فقول له آلف به على دال هي قال لي آلف به مش موجود على دال هيب 3 ماشي يساوي به جيم على هيه هوهه اللي أنا عايزها قال لي به جيم بـ 18 على هيه هوهه مش موجودة كده عندي مجهولين ما تحلش طب الكصة فين قال لي بقى أكيد السر كله في الزوال اللي انت مدهان ان لما جيب الزوايا دي هتطلع لي حاجة نعرفها ايه هي تعالى نشوف مع بعض ان اي مسلس في الدنيا مجموعة زوايا 180 دول كم سين واح بقول لي مستر دول 30 اقول له استنى بس ده هنا 1 سين وهنا 2 سين وهنا 3 سين يعني مجموحهم 6 سين يبقى 6 سين بيسوي 180 لما نقص مع الستة تطلع السين بتلاتين الله على الجمال تطلع كده المسلس فيه 30 ستين اهي دي الفكرة يبقى السين دي بتلاتين يبقى الاتنين سين بستين وبالتالي يبقى التلاتة سين 33 في 30 بتسعين يا مستر يبقى ألف بتسعين ده مسلس قائم الزاوية وفيه زاوية تلاتين يبقى الضلع المقابل للزاوية 30 نص الوطر يعني ألف به يطلع بتسعة اتحلت المشكلة اهو احزف السينات وحط ايه مكانها القيم هقول له 30 ستين تسعين خدناها كتير ادلع المقابل للزاوية 30 يسوا نص طول الوطر يبقى ألف به بيسوا نص التمنتاشر يطلع بتسعة اكتب هنا تسعة يا مستر اشتغل بقى عادي خلاص هقوله يبقى 9 على 3 يساوي 18 على هيه هو فحيك كده قال لي مظبوط يا مستر 9 على 3 يساوي 18 على هيه حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين يبقى واو هي هتساوي 3 في 18 على مين على 9 يدينا 6 ايه صنطي اخطار ال6 يا مستر اعلم على ال6 يا رب نكون فهمنا يا رب النهاردة نكون تعلمنا من اول مراجعة جزء اول على كل ما صابق احنا خدنا جزء اول في كل فرق انا بشكر كل القائمين على هذا العمل الجميل بشكر الفزارة انها اتاحت الفرصة ليكم نقعد مع بعض ونتكلم شكرا ليكم